نبتدي كلامنا النهاردة بالمطشاط الخاصة بالدوري المصري وقيمة إمبارح على ملعب أستاذ القاهرة واحدة من اللقاءات المهمة جدا لمهمة لأنه بتكلم على فريقين بيصرعوا بعض في النقاط الفريقين دول كانوا عارفين قيمة المواجهة اللي هتجمعهم وهم البنك الأهلي والإسماعيلي المباراة كانت مشتعلة قلنا إنه نتجتها بتهم أكتر من سبع أو تمن فرق مش هما الاتنين بس ولكن قدر يفوز البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لشيء على نادي الإسماعيلي الهدفين دول سجلهم كريم بامبو في الضقيقة 35 من الشوط الأول ومحمد هلال من ضربة جزاء في الضقيقة 63 من الشوط الثاني ده غير طبعا الهدف اللي تم إلغاؤه من قبل الحكم إبراهيم نور الزين لفريق البنك الأهلي وده كان في بداية المباراة ولكن اتجددت الأمال تاني عند فريق البنك الأهلي وقدر يعاوض الهدف اللي تم إلغاؤه ويحرز هدفين تانين فرض المدرب بابا فاسيلي وإسلوب لعب على المباراة في المقابل النحية التانية النادي الإسماعيلي ظهر بمستوى هقول عنده مشاكل كتيرة يعني إمباراة لما تتفرج على فريق الدرويش تشعروا إنه في مشاكل في خط الدفاع تشعروا كأنه في مشاكل في لعب محتاج يفنش أو محتاج يخلص الهجمة مشاكل كبير جداً الدرويش في مباراة الزمالك يعني مش ده الدرويش اللي شوفنا مباراة في مباراة البنك الأهلي وده اللي دايماً بنقوله الفرق دايماً بتبدل أقصى جاهدة عندها أمام مباراة القمة أو الفرق الجماهيرية ولكن بنقول إنه في بعض المباريات بتلاقي الدوافع مختلفة ده مش تقليلاً من الفرق الأخرى ولكن بنتمنى نشوف كل المباراة على نفس المستوى ما فيش فريق ضعيف ولكن فيه فريق ممكن يختار إنه يكون مش على نفس المستوى في مباراة عن التانية مباراة شوفنا الإسماعيلي مش هو الإسماعيلي اللي قابل أو واجه نادي الزمالك اللي قدر يفوز وقتها بنتيجة هدفين مقابل هدف برح بيخسر بنتيجة هدفين مقابل لشيء بالفوز ده صعد البنك الأهلي للمركز الخمستاشر برصيد 28 نقطة في المقابل بيتوقف رصيد النادي الإسماعيلي عند النقطة 29 في المركز الاربعتاشر عشان هنا يشتعل مرة تانية صراع الغبوط بقوة ما بين أكتر من 7 أو 8 فرق من أول المركز الحداشر سيراميكا كليوباترا مع أسوان غزل المحلة الإسماعيلي البنك الأهلي معاهم الداخلية طلق على الجيش وخرس الحدود